شوف هنا عشان يدى يستفاد من عبدالله الصعيد ممكن نوافسه يعني يبدى يستفاد من عبدالله الصعيد في المرحلة التانية والتالتة من الملعب التلت التاني والتلت التالت فعشان كده التأثير بتاع عبدالله الصعيد بدأ يبان اكتر ما هو مكان موجود في الديفندر جامل دونجا هنشوف هنا احمد فتح واقف فين مش وفي مكانه كباكليفت احمد فتح هنا بيحاول يوجه الكرة موجود زي هو كديفندر هنا في الصورة عبدالله الصعيد كل محمد فتح بيبدأ يظهر هنا في المناطق هنشوف عبدالله الصعيد وناصر ماهر موجودين دايما اعلى فانت بتقدر تستفاد منهم اكتر وبتقدر تستفاد من خطرته نفس القص احمد فتح لحد الوقت ما نمس الكرة بدأ يلمس الكرة هنا وبأتخرج الباص في الاخرى تطع دي نفس الصورة دي ما هتلاقيها موجودة بتقررت مع جميز كل محمد فتح كان متاح ليه نفس القص شوف فتح داخل فين داخل مكان هنا الديفندر عشان يبدأ ياخده الكرة عشان يساعد الفريق في عملته خروج بالكرة دونجا طول ما هو مضغوط عملية خروجه بالكرة صعبة جدا ومش موجود نفس القص عادي جدا بيساهل خروج الزتح بالكرة ونفس الوقت عندك لاربع العيبة منتشارين في المامرات الخامسة اللي فوق فانت فرصة وجود الكرة عندك اكبر بكتير نفس الباص انا عايز نوقف هنا عايز نوقف هنا معلش نوقف في الصورة اللي فاتت ارجع ارجع ارجعRS مين اللي استلم الباص ده اه عبدالله السعيد مين اللي عمل لمصطفى شهل بالكرة دي هو عبدالله السعيد عبدالله السعيد قبل وجود فتح كان فيه مشكلة كبيرة جدا ان انت مش قادر تستفيد بقى عبدالله في المنطقة دي فالتأثير بتاع عبدالله ما كانش نفس التأثير وجود فتوح كدفندر تاني في وقت استحواز الزمالك وامتلاك الزمالك للكورة خلى الزمالك يبدأ يستفاد من قدرات عبدالله السعيد في التلت الأخير وعمل الباص ده شوف الباص هنا كمل الكورة ممكن نكمل نفس الكورة شوف هنا مين موجود عبدالله فين هنا ده بري أسست بتاع الجون الأولاني بتاع ماتش بروكسي على فكرة والجون التاني بالزبط ممكن نوقف الجون التاني بتاع ماتش بروكسي هو نفس اللامسة بالزبط ونفس الوجود بتاع عبدالله السعيد هنا فبالتالي وجود لعيب عنده كوالتي على الكورة والتكنيك بتاع الباص نفسه سهل من مهمة الزمالك في صناعة الفرص في المناطق اللي هي في التلت الأخير من الملعب وخلى الزمالك يستفاد من الاثنين اللعيبة بتاعه سواء ناصر ماهر أو عبدالله السعيد هممشي الكورة عادي جدا أحمد فتوح واي فين موجود ما كان الديفندر دي ميزة مهمة جدا في حاجة تاني إن الزمالك حصوله على الكورة التانية أو الساكن دي بول زي ما بسموها بقى أسهل بكتير جدا مع العيب عنده تقنية باص واستلام لو دونجا هممكن يتخلص منها احنا شفنا كمية تصويبات عشوائي من دونجا مش طبعية إنما الاستحواز بتاع فتوح على الكورة غير الحقيقة غير دونجا حتى التكنيك نفسه بتاع الباص بتاع دونجا أحسن من كتير من فتوح حسن من كتير دونجا الحلوة دي